موسيقى مشاهدين ورجعنا تاني وزي ما قلتلكوا انه الفقرة النهاردة هي فقرة بتهم عدد كبير جدا من السيدات خصوصا اللي عندهم مشاكل في موضوع الوزن موضوع السمنة فيه وزن معين بتأمل انها توصلوا ولكن هنتناقش في كل التفاصيل دي مع ضيفي الدكتور احمد عطية الدهشان استشاري التغذية العلاجية والتجميل اهلا بك دكتور احمد اهلا بك كيف الصحة والاخبار يا رب تكونوا بخير كده وكل المشاهدين بتوعنا احنا عايزين نهاردة نحط كده زي روشيتة سريعة لبعض التفاصيل اللي ممكن تكون بتقرق السيدات موضوع السمنة ده بيبقى عند السيدات وعند الرجال يعني عند الاثنين ولكن موضوع السمنة بشكل كبير عايزين نعرف امتى انا اعرف ان انا وصلت لما يسمى السمنة التفاصيل دي اللي الناس بتقولها ومحدش والله بص بالنسبة للتفاصيل دي تفاصيل كبيرة جدا همش عايزين برضو النهاردة واهلا بنتكلم مع الناس عايزين ادي ناس معلمات مفيدة صحيح مش زي ما داخلوا ويخرجوا زي ما داخلوا هايزين كل الناس وبطلع كده من الحلقة بتاعتنا كده ممسوط في البداية ما ديجي نتكلم نسمنا لا هي عامل خطر لابد ان احنا ننتبه لهذا العمر هي عامل خطر لكل الناس بيجينا الناس كتيرا جدا في الادات واغلبهم بتقع مشاكل العظام المختلفة الناس اللي بتعلم مشاكل العظام المختلفة سواء كان عرصريتس او اسبهي نحو يمسيجي كده مشكلة مشكلة في العظام كده واجأ سألها سؤال وجواب متكرر لكل واحد فيهم انت بتابع مع دكتور عظام اه كنت بتابع مع دكتور عظام عادت قدي ست شهور او سنة منهم ست شهور ومنهم سنة طب عملت ايه انا خدت حقا موضوعية خدت حاجات كتير علشان مشاكل العظام المختلفة فساعت انا بشكل مستمر بقوله طب هل الدكتور نصحك ان انت تنزلي في الوازد وقالي بعد ما استعملت بقى لي ست شهور ماشي على النظام برتكولي العلاج اللي هو قال لي انا استعملت معك كل حاجة يلا نزلي في الاسمنا بس لازم النقطة ديها لازم ناس بتتقلم يوميا بسبب مشاكل النظام المختلفة لازم نمعرفين ان السمنة ديها حمل على العظم فيسبب لنا مشاكل في العظم حمل على القلب فيسبب لنا مشاكل في القلب اغلب الناس بلا استثناء لو عندها مشكلة في السنة سبب لأكتر من خمسيس مرض ينتهي بالموت طبعا احنا قولنا الكلام اللي احنا قولنا كده ممكن نخص في البداية اللي هو مين الفئات اللي محتاجة تنزل وزنها الفئات اللي محتاجة تنزل وزنها مين؟ قولنا مرضى الضغط مرضى السكر مرضى القلب مرضى تصلدوا بالشرايين الناس اللي وزناها زايد عن المعدل الطبيعي دي كلها نقدر نقول الناس اللي بشكل اساس اللي احنا دي عامل خطر اسمنا عامل خطر عليهم لازم تنزل وزن حتى لو الدكتور بتاعك ما طلبش منك ينت تنزل وزنك بشكل مستمر طول ما في حملة على القلب حتى لو بتاخد ادوية القلب مش هنقدر نحل المشكلة بتاعتنا فرجاء من كل الاطباء المحترمين في يداته ما تلاقي حد عنده زيادة في الوزن بشكل مباشر يوجهه ان هو مع البروتوكول العلاج وفيه اطباء محترمين بيحولولنا الحالات بشكل مستمر يا دكتور دكتور قل امشى على ادوية الفئرنية وروح لدكتور تغزية عشان يعديلي نظام جزائي فدي نقطة من البداية احنا قلنا كده من الفئرن محتاجات نازل وزناء اذا خش على سؤول بتاعك عشان ما نساوش اللي هو ازاي اعرف ان انا عندي ايه سمنة احنا بنتكلم عن زيادة الوزنة وبنتكلم عن السمنة في حسبة بسيطة اللي هي مؤشر كتلة الجسم مؤشر كتلة الجسم دي عبارة عن الوزن على مربع الطول الوزن بالكيلو برام فوق على مربع الطول اللي هو الطول في نفسه بس بالمتر يعني مثلا انا مش هايزة ادخل نفسه في متاهات هناك طريقة بسيطة اللي احنا بنقولها بشكل مستمر يا عم اطرح من الطول بتاعك مية او ده الوزن المفروض اللي انت موفرد تبقى عليه لو اكتر من كده دي حسبة بسيطة لكن الحسبة الدقيقة اللي احنا بنستعملها في الائدات اللي هي الوزن على مربع الطول الناتج بتاعنا لو الوزن على مربع الطول كان من 18 ونصف ل25 نقدر نقول ده الرينج الطبيعي الوزن الصحي اللي هنا نكونه عليه أقل من كده أنا حايفة أكتر من كده بيبقى فيه زيادة في الوزن من 25 ل30 زيادة في الوزن من 30 ل35 سمنة من درجة أولى من 35 ل40 سمنة من درجة تانية أعلى من كده بيبقى سمنة مفرطة وبتحتاج يعني بتحتاج مننا مبهود كبير يعني طريقة اللي ممكن مريض السمنة إن هو ينزل بيها وزنه لكن تكون طريقة مريحة يعني البعض هنا مثلا ممكن يعمل نظام غذائي قاسي جدا فممكن يخش في أمراض يخش في فقر دم يخش في مشاكل تانية كتير فإيه الطريقة المثلة اللي ممكن أنه يتباعها وفي نفس التوقيت ينزل وزنه بما هو مناسب لجسمه أنا إذا فهمت كده من السؤال بتاعك اللي أنت بتقول يا دكتور اكشف لنا عن أسرار داخل الأيادة حاجات بسيطة وتكون مريحة ومش يعني مش تبقى متعبة على الشخص ما أنت قلت كده هناك أنظمة خاطئة وهناك أنظمة ببنية على الحرمان طبعا أنا أقول بشكل مستمر حتى في حلقات من قبل لو أنت ماشي على نظام غزائي وهذا النظام الغزائي مبني على بإسلوب الحربان ابعد عنه يعني ما لم يكن هناك خلال مرضي يعني مثلا هناك بعض المتخصصين يعملوا أنظمة غزائية ويبقى مبنية يعني يعني هذا حقيقي مية وفكهة فقط رجيم الموز رجيم نتكلم عن الكيتو والكيتو مفيد لكن لحالات معين لكن ليس لكل الحالات يا جماعة لازم نوجه رسالة لكل الناس الجسم الإنسان ده عقد تكوين مبوض في العالم اللي ينفع لشخص ما ينفعش للتاني ما ينفعش لغيره ففكرة أي نظام غزائي يكون مبني على الحرمان الشديد لابد أن احنا نبدأ عنه ونطلعه من الحزبان بتاعنا طبعا دكتور إيه الحاجات البسيطة عشان نخش بقى الأسؤال إيه اللي هو إيه الحاجات البسيطة اللي أنا ممكن أعملها في البيت يا دكتور أنا مش مالك لنا نروح لدكتور تغزية يا دكتور أنا أعمل إيه هل هناك أشياء بسيطة ممكن تخلينا أنزل في الوقت الحالي سأخبركم كده شئية حاجات في نمط الحياة الصحي بسيطة وغير مكلفة ويستطيع أي شخص في البيت يعملها وبرضو ينزل في الوزن أنا بوعد أي حد يعمل هذه الأشياء حتى يعني 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 بوعده بنزول في الوزن أي حد بيجي للايادة أنا أريد له النصائح دي يعني بشكل مستمر إريد أن يريد النصائح دي بشكل مستمر فأكشف لكم وهو على أسرار داخل الايادة نريد أن نأخذ هذه الأشياء على محمل الجد ونحن نبحارسين ونمشي عليهم أول شيء نتكلم فيها في نمط الحياة الصحية لكي ننزل في الوزن نستطيع أن نقول النظام الغذائي الصحي نظام الغذائي الصحي هو المتوازن المتنوع المتكامل الذي يحتوي على كافة العناصر الغذائي سأقولهم بشكل سريع ونمسك حاجة بسرعة نقول النظام الغذائي الصحي فيه سبع حاجات رئيسية نتكلم عن النبا بفي الكربوهيدريت فيه الفات فيه البروتين فيه الافتامينات فيه الأملاح المعدنية فيه الفايبر اللي هي الألياف فيه الماء ووقفنا كده على رقم سابع اللي هي المية ما ديجي نتكلم بها عن الماء يجب أن أعرفين يا جماعة أن المي يقدرون لτالو 70% من الجسم بتاعنا مية 90% من الدم بتاعنا مية أي حاجة بتحط فيها مية بتحط فيها حياتك كلها عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء الحال لكن هناك طريقة لشرب المية لو واحد عايز ينزل في الوزن بشكل بسيط ما نيجي نتكلم عن شرب المية نقول ممنوع شرب المية أثناء الوجبة أو بعد الوجبة شرب الماء دائما يكون قبل الوجبات بالنسبة للناس اللي عايزة تنزل في الوزن كوبايتين مية دافية قبل كل وجبة بنصف ساعة جاءت كفيلة أنها تحسن لنا من معدل الحرق والتمثيل الجزائي داخل الجسم هذا كده رقم واحد زائد أنها تحسسنا بالشبع يعني أن أنا مش هكو بطلة مالينا شوية فما نيجي نتكلم عن شرب المية برضو نتكلم أننا أنا بنصح الناس بشكل مستمر حتى الناس اللي بتتابعنا واللي بتيجي عندنا العيادة بشكل مستمر بقولهم كده يعني في أي نظام غزائي أنا بعمله حتى أنا من ضمن الحاجات أنا مش بطبع أنظمة غزائية كل واحد طبعا زي ما قلنا كده من شخص للتاني بيختلف على حسب الحالة المرضية ما بكتب نظام غزائي لكن هناك شيء ثابت أنا بكتبه بشكل مستمر اللي هو عند الاستيقاظ الناس العرفان في الأيادة واللي موجودة معاي وتفرج عني دلوقتي اكيد حافظت هذا الكلام مني وبالنسبة للناس الثانية عايز كل الناس بلاسسنها تتمشي بهذه النصيحة عند الاستيقاظ انا بقول مثلا شرب كوباية مياه دافية على الريق او شرب كوباية مياه دافية على الريق دي اول ما يسحى من النوع عند الاستيقاظ قبل من اعمل اي حاجة قبل من انتوضى قبل من انتصلى من اعمل اي حاجة جاهز المياه دافية ممكن تكون دافية مش سخنة ولا برا دافية ماء فترة يعني فترة بصيفة نقول مثلا شرب كبات ماء دافئ على الرئي كبتين ماء دافئ على الرئي معاكل حد أربع كبات ماء دافئ على الرئي هناك دراسة عملت الاتحاد الياباني بيقول عليها ان احنا شرب أربع كبات ماء دافئ على الرئي كفيلة ان هي احنا استطاعنا ان احنا نتخلص من أمراض شديدة منها بعض الأمراض المزمنة فقط بالشرب الماء يعني ايه أمراض مزمنة بنتكلم عن مرض السكر من نوع الثاني وطبعا مش هتلاقي احد يقول هذا الكلام لكن انا بتكلم عن تضربتي وداخل الايادة وفي ناس بتسمعلي تعافوا بشكل تام من مرض السكر من النوع الثاني فقط بشرب الماء بطريقة شرب الماء مع نظام الغذاء الصحي مع الحالة النفسية الكويسة مع الرياضة فانا بتكلم مثلا ولكم ما نيجي نتكلم عن شرب الماء يبعزين شرب من كباية في ناس طعن كبيرة في السنة مش هتقدر انها تشرب اه دكتور اشرب ربع كباية ماء دافية انا باشرب الماء بالعافية نبدأ بالبداية معاهم بكباية ماء دافية وبعد كده نقعد شوية بعد كده نطلب منهم كبايتين بعد كده نقعد شوية بعد كده نطلب منهم ثلاثة لحد ما نوصل للمعدل شرب اربع كباية ماء دافية على الريق كافلة نتحسل لنا من الحر والتمثيل الغذاء يا جماعة والله يعني نتايج سحر فقط بس بنتكلم عن شرب الماء يبعا احنا قلنا كده ايه شرب الماء فيه تلات حاجات مرتبطين ببعض احنا فيه تلات حاجات قلنا قلنا الالياف قلنا الفيتامينات والأملاح المعدنية على خص الحاجات دي طبعاً هل نحن نتحجين حلقات نتكلم في كل نقطة من النقطة دي حتى سريع عمنا بحيث المشاهدة دي يخلينا نقول ما نجي نتكلم هناخد الفيتامينات والأملاح المعدنية والألياف من خلال طبق الصلطة خماس الألوان ايه هو طبق الصلطة خماس الألوان بتاع الدكتور رحمة الدهشان ده بشكل بسيط يعني أي حد كده طبق الصلطة ده بفيه خمس ألوان رئيسية فيتكلم على اللون الأخضر زي الخص، الجرجير، الكرفس، البروكلي، الشبت، البقدونس، الفجل، الرجلة، الكابوتشي، الملفوف يعني أي حاجة نتكلم ان احنا نستطيع اللون الأخضر خضرات داكينة اللون خضرات الخضراء يبقى كده ده اللون الأخضر نتكلم مثلاً ولكن عن اللون الأحمر زي البنجر أو الشماندر طبعاً البنجر والشماندر نعمله حلقة تانية كده وكده نتكلم عن فوائد الصحية الموجودة فيه نتكلم عن اللون الأصفر زي اللامون أو الفلفل الأصفر نتكلم عن اللون البرتقالي زي الجزر نتكلم عن اللون الإنسيناء، اللون الأبيض اللي هو التوم والبسط لو انا قدرنا أن نعمل طبق صلطة خماس الألوان تحتوي على كل هذه العناصر يبقى ضمننا أن نأخذ الفيتاميلات التي نحتاجها نأخذ الأملاح المعدنية التي نحتاجها هنأخذ الألياف التي نحتاجها وبالتالي نحس بالشبع لو قدرت ان انت تبدأ كل وجبة بتاعتك بالنسبة للناس اللي بتقول هل مش هادر اضبطي لا مش على رجيم والموضوع صحبي بالنسبة لي في اقل من دقتين عشان الوقت معانا هل ادوية التخسيس يتم النصح بيها للمرضى السمنة ان هي يبتدي ان هو ياخد ادوية التخسيس هل هي فعالة في موضوع السمنة انقص الوزن ولا الموضوع مش بس على ادوية التخسيس تمام سؤال جميل جدا هناك ادوية تخسيس ابروفد من المنظمات العالمية احنا بنكتبها في الهادة مفيش المشكلة بس انا ما باجي اتكلم على التخسيس لازم نتكلم عن اربع حاجات تأسيسية نتكلم عن نظام جزائي صحي نتكلم عن الرياضة نتكلم عن بروتوكول الاجي كامل لابد ان احنا نمشي كله مع بعض يعني لو في تخزيه سليمة ممكن يعني الادوية تكون عامل مساعد وهناك ادوية ابروفد هناك ادوية خطرة اي ادوية يا جماعة في ادوية مع الاسف تتباع في مراكز كتيرة جدا وفي مراكز مصرية انا عرفها بشكل شخصي وكنت عديت عليها هذه الادوية تحتوي على مادة اسمها السيبوترامين السيبوترامين دي اعتبر من مادة قاتلة يعني ممكن تؤدي للموت قاعد سبب ضربات قلب سريعة ضربات القلب سريعة دي تلا قدر الله هناك حالات في مصر كتيرة جدا يعني انت قصدك ممكن ناس تاخدها على عدم تخزيه سليمة فبتعمل مضاعفات لا انا اتكلم اي مادة اي ادوية تباع في غير اماكن الرسمية في غير السيدليات وبرضو مش كل السيدليات يعني لو دكتور ما ما اوصاش بيها يعني لو دكتور ما اوصاش بيها ومع الاسف فيه دكاترة تخزيه بيبيعها في العادات عندهم بس هي غير مرخصة بتيجي عن طريق التهريب هذه الادوية تحتوي على مادة السيبوترامين وما تيجي تسألهم تقول لهم هذي بتحتوي على مادة السيبوترامين لا ده عشار طبيعية 100% ومع الاسف هذه الادوية تتباع يعني من خلال السوشيال ميديا بتتباع من خلال فيسبوك بتتباع من خلال تويتر بتتباع من خلال شخصيات مثلا ولياكن معينة بيدعوا ان هم متخصصين وينزلوا هذي فرجاء نتكلم من نجي نتكلم عن ادوية طيب خلينا نقول ادوية تخصيص امنة اني ممكن نقول ادوية تخصيص امن ادوية تخصيص امنة هنقول حاجتين اساسيتين كده لو الشخص اكله منوع انا بيأكل من كل حاجة بنحتاج حاجة يبقى فيها المادة الفعالة اللي هي شيتوزان مع الجيمينا سيلفستر ادي بقى حاجات برضو بنكشفها كده موجودة احنا بنكتبها من خلال هذا لو الشخص اكله منوع وبنقبل نظام جزائي كده لو الشخص اكله منوع او لسه ما نفشيش على نظام جزائي وبتاعه عايز نديله حاجة كعمل مساعد بنديله حاجة يبقى فيها الشيتوزان مع الجيمينا سيلفستر لو الشخص اكتر اكله دهون بناخد حاجة للدهون بنديله حاجة في المادة الفعالة اسمها القرلستات دي هات حاجات ابروف دي من الموضوع بصور افضل طبعا ان الادوية دي تكون يعني زي ما انت قلت في الاول كل جسم زي ما انت قلت كل جسم له طبيعة تعامل مختلفة وده اللي احنا بنحاول ان احنا دايما نقوله لكم انه اي حد بيروح لأي دكتور تخزية يتأكد انه دكتور فعلا انه متخصص مش حد بيكون اخد مجموعة من التدريبات او الكورسات العلاجية عشان يقدر يشتغل في هذا التخصص والموضوع زي ما برضو دكتور احمد قال الموضوع مش بس علاج الموضوع مش بس تخزية الموضوع هو زي ما انت قلت نموذج متكامل مشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد على امل ان احنا نرتب لقاء تاني نجيب فيه برضو على باك احنا ما لحداش نعمل حاجة انا عارف لا بس يعني اعتقد في بعض المعلومات البسيطة اللي ممكن تكون الناس استفادت بيها بشكرك شكرا جزيلا بكتور احمد شكرا للا وان شاء الله رب العالمين نكون متواجدين معكم بشكل دايب ان شاء الله انه بحرسين ان احنا نفيد الناس بشكل مستمر ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا ونتمنى ان انتوا زي ما انا بقول موضوع التخزية موضوع السمنة الموضوع مش بس وزن معين مش عدد كيلوات المفروض ننزلها هو موضوع متكامل لازم ناخد بالنا كلنا علي واهم من دان لازم تخزية تكون سليمة حتى لو في نظام غذائي ارجو ان انتوا تختاروا بعنايا الطبيب اللي انتوا بتتوجهوله بشكركوا شكرا جزيلا ونتقابل ان شاء الله غدا في حلقة جديدة من سبعة الشر الى اللقاء اشتركوا في القناة